ملخص كتاب الفارق البسيط The Slight Edge من تأليف جيف أولتسون معنى عنوان الكتاب ترجمة كلمة Edge في اللغة العربية هو حافة وهي ترجمة حرفية ويمكن استعمالها بمعنى أفضلية أو نقطة تفوق وأما كلمة Slight فمعناها خفيف أو بسيط ويمكن ترجمتها باللغة العربية بالمعنى الذي يقصده الفارق البسيط فالمعنى الذي أراد الكاتب بالعنوان هو الفرق بين الناجحين في الحياة من يستطيعون إنجاز أمور مهمة لأنفسهم ولمن حولهم هو في الواقع فرق بسيط المعرفة ليست هي المشكلة والمزيد منها ليس هو الحل نقص المعرفة ليست هي المشكلة عند معظم البشر المشكلة هي نقص العمل بالمعرفة ففي هذا العصر الذي نعيش فيه والذي هو عصر السرعة والتكنولوجيا حين تصلك المعلومة حتى بدون أن تبحث عنها يمكنك أن تفتح موقعا من مواقع السوشيال ميديا تسلي نفسك وتجد مقالة أو فيديو أحد ما عمل له الشير عن أمر يخصك فمع الإنترنت يمكنك الحصول على المعرفة بالسرعة في الأمر الذي يخصك أنت فمثلا مقال عن إنقاص الوزن ستجد فيه معلومات عن كيفية إنقاص وزنك ويعطيك النصائح الضرورية للتخلص من الوزن الزائد وغالبا ما تكون نصائح مفيدة مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن المعلبات والسهر وما إلى ذلك وهكذا ومع ذلك تجد أغلب من يقرأ المقال قد يكون على إلمام بهذه النصائح ومع ذلك لا ينجح في إنقاص وزنه وهذا إن دل إنما يدل على أن مشكلته ليست نقص المعرفة بل في تطبيقها عملية التغير السريع الدرامي نجد في غالبية أفلام الدراما أو السيارة الذاتية أن البطل يصنع من لا شيء في مدة زمنية قصيرة لا تقل عن ساعتين يكتب لك في الشاشة بعد مرور خمس سنوات هذا دليل على أن معظم البشر تسيطر عليهم عقلية التغير السريع الدرامي وهي محاولة تحقيق نتائج كبيرة في وقت قصير عقلية مستحوذة على عامة الناس أي إنسان سألته لماذا لا تبدأ الآن سيقول لك؟ في المستقبل إن شاء الله أنا فقط أنتظر الدنيا تصف وتنتظم عندي وأنتهي من الأعمال وبعدها أبدأ إن افتراض أن الدنيا في يوم من الأيام ستكون جميلة وستصف وتعطيك فرصة لعمل كل ما تريد نفسك إنجازه هو في الواقع افتراض ساذج الفارق البسيط المؤلف يقول إن سر الناجحين وغيرهم من الناس هو أن الناجحين يعرفون أن النجاح رحلة طويلة أي سباق ماراثوني ويعرفون أيضا أن سر الوصول إلى النجاح هو الاستمرارية إن سر الاستمرارية في النجاح هو تلك الأشياء والأمور البسيطة التي تفعلها في يومك إن القرارات والأفعال الصغيرة التي ينظر لها الناس على أنها تافهة هي التي تحدد الناس الناجحة اتبع فلسفة الناجحين وهي قليل دائم خير من كثير منقطع فعندما تقرأ كل يوم خمس صفحات من كتاب خير من أن تقرأ مائة صفحة في يوم وتنقطع وعندما تشاهد كل يوم في ملخص كتاب من قناتنا خير لك من مشاهدة عشرة فيديوهات مرة واحدة كل حين وعندما تتمرن لمدة عشر دقائق كل يوم أفضل من أن تتمرن لمدة ساعة في الجيم ثم تنقطع ويمكنك شراء نسختك الورقية من الكتاب تصلك إلى منزلك بالرابط الموجود بمربع الوصف أسفل الفيديو وبأول تعليق هذا الملخص مقدم لكم من قناة ملخصات كتب لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات مع قناة ملخصات كتب كل الكتب بين يديك في ملخص